حياكم الله من جديد في هذا الدرس بدلاً عندما يكتب الشخص اسمه ويختار جنسه ويكتب الكومنت الخاص عندما تغسر بما تعرض هنا الآن يده يخزنها في الـ database يعني في جدول فحتى أخزنا في الـ database يجب أن يكون عندي كلاس يخص الـ database connection و edit و insert وما على ذلك فحتى أبدأ بالعمل كلاس يسمي db أو db بهذا الشكل connect و هذا db connect أعمل بالبداية إتصال بالـ database sqlite سوف أستخدم database sqlite 3 فحتى أبدأ بالعمل كلاس جديد و أسمي db connect لأنه هذا عساس إتصال بالـ database إيش سوف أعمل؟ سوف أعرف أقول لها def المن لـ هتوقع أنه هي هذه الميثود غريبة وعنما init خاصة بالـ initialize فإيش توقع أنه حد ما أعمل إنشالزين عندما أي شخص يعمل instance من الكلاس إيش أعمل؟ في البداية و أكون database فأقول db .row factory equal sqlite 3 .row بهذا الشكل نحن نعلم إيش معناته معناته أنه أعمل إيش أعمل الآن أنا أريد أنشئ جداول عندما أنشئون الـ database و كون جدول فحتى و كون جدول جدى SQL statement اعتيادية create table if not exist طبعاً أنا عندي SQL فحتى ما أدوخ نفسي و يكون عندي grammar عندي آها كاملة هنا و أنا شارحك ياه سابقاً فدعاً يوم الظهر الكاملة نقول لك create انشئ لي table if not exist إذا لم يكن موجود سميلي يا تيكت أعطي ثلاثة حقول الأول الـ id نوع أنتجار primary key auto increment يعني primary key هذا الحقل هو تلقى أني كون أنت مالك دخل به كوني حقل الثاني للتكس و حقل الثالث للجندر و حقل آخر لـ comment يعني هاي المعلومات اللي عندي في الجدول بعد ما أعطي هاي المعلومات للـ database أكيد مفروض أنت و يجده و قل لي هاي أعمل لي comment يعني هاي المعلومات اللي انت كونت ليها أخذ ليها في الـ database فوقت أقول له comment إذا هذا الآن بمجرد أي شخص يعمل instance من هذا الكلاس تلقائياً يكون لي الـ database و يعمل لي instance من الـ database شي جميل إذا أنا أخذ أكبر الشاشة حتى تكون أكثر للعمل ما توقع المثود الأخرى اللي نحتاجها def هاد نحن نعلم نحتاجه نضيف record فما هي المعلومات اللي عندنا في الـ UI هاي تتوقع هاي توقع عنديك الـ name تتعمل لـ save gender تتعمل لـ save و كذلك الـ comment الشخص اللي ايش تعليقه كيف تخزن في الـ database عملية بسيطة جداً عندك هذي الـ database الآن كله راح نعمله هاي أنا لدي أخزن في هذي الـ database فكله راح أعمله أقول له هذي database.execute نفذ لي أمر ما هو الأمر أمر SQL statement insert into insert into المهم هذي المعلومات الاعتيادية اللي نعملها SQL statement الخاصة بجملة الـ insert اللي هي هذي هي insert into ticket استخلي الـ name الـ gender والـ comment وهذي 3 values لما أنني ما عرف الـ values أمررهم منهما من هنا نفس هذي الـ values اللي يجدني name, gender, comment نفس هذي البيانات أمررها اللي هذي SQL statement بعد أن يعمل هذا الشي for sure always إيش نعمل self dot اللي هي هذي الـ db نفس هذا الأمر always نعمل comment وعرفنا سابقاً ليش لازم نعمل comment الآن هاي الفاكشن نازم تعيد لنفس الشي تقول لنا عسي المثال data is saved نعمل data أو record or record or request is sub method request is sub submitted أوكي الآن هاذا الكلاس أعمل له connect بالكلاس الأصلي اللي هو اللي هو هذا الـ control فأول شي يحتاج انه عمل import لكن أنا جد قلت له from اسم الفايل اللي هو db ما راح يظهر لك ليش؟ لأنه هذا ليس هو root direction الآن هذا الـ root direction ليس هذا الفولدر فحتى أعمل root direction فقط أذهب هنا وأقول له mark as class وفريد تراها source root أوكي فهذا ما نقول له mark as source root هو راح تلقى أن يحول لك إلى source root سوف يستطرق بعض الوقت أتوقع db connect الآن بدأ تظهر أوكي من db connect موضوع اسم class اللي هو هذا أنا أعلم اسم الفايل اللي يختلف عن اسم الـ class class dbc كلها capital لكن اسم الفايل db small أوكي db connect أنا عملت class فكل يحتاج أن نعمل instance من الـ connect فأقول له db connect instance من ذاك الكلاس يساوي إنا هذا خلص الآن عندي instance الآن متى ما instance من هذا الفايل class الآن متى ما يدي عمل أي عملية مع هذا الـ instance أي يدي عمل add لو تيجي هنا عندنا الـ process اللي يتخص add هذا هنا يعمل add فأنا أوكي أعمل add إيش أرسل المعلومات ثلاث معلومات الأولى هي hopefully المعلومات يرسلها name gender comment فأرسله إيش name وأرسله gender وأرسله الـ comment إيش معناته معناته التالي لما يحمل هذا الفايل أول حاجة راح يعملها راح يستدعي هذه الميثود اللي هي db connect constructor constructor بدور راح تنشئنا الـ database إذا لم تكن موجودة وإنشئنا الـ table إذا لم يكن موجود بعدين لما ضغط أي شخص على زر add قلنا له نحن هذه الأمور بعد ما نحتاج نعرضها على الـ UI كلها راح تمر في الـ database ما نقول خزلي بالـ database هذه الأمور الثلاثة وعمل لي clear that is هذا كل المطلوب لو جيت عملت run وأرى إيش اللي راح يحصد الآن كل شيء تمام ويكون هو قادر على أجراء هذه العملية نجد تلجعنا female need for one day اوكي بعدين ضغطت هذه جنا ضغطة submit up ايش gendered submit هنا قالك dbconnect object is not callable why wait دعنا نختار ايش نرى ايش هو الخطأ dbconnect نستطيع الميثود اللي هي .add sorry لكن هذه الأد أيضا لو ترى هنا تعيدنا result dbconnect تعيدنا result فنحتاج الميسج يعني نحتاج نقول له هاي نعرض لك ايش result عادتنا فنقل له mhg equal data المعادة و whatever data يعيد لي هاي تعرض لكها في message box فتعرف انت message box احنا اساسا عملنا لها import .show تعطيها title انا عسي المثال add info وتعطيها الميسج ايش تد الميسج اللي تعرضها الى فقل اوكي message ساوينا هذي الميسج يعني لما whatever process تعمل مع ال database عرض لي الميسج اللي انت عملتها اعمل save run hopefully this time it will work لو جينا كتبنا jena she is female one day only تدو الطلبية الخاصة بها تضغط submit قالي request is submitted لو ترى هو انشئ لي ال database هنا لكن حتى اعتقد انه انشئي ال database انزل برنامج اسمه SQL Browse SQL Browse هو برنامج يساعدنا على التعامل مع ال SQL database ال database فحتى افتح ال database الخاصة بي من هنا من file اضغط open database وابحث عن ال database اللي هي وين ما مكانها انا توقع انه هي موجدة في ال PyCharmandy هنا في شي اسمه Python Tutorial وتوقع folders وابحث عن ال database هذه الداتابيس الخاصة بي لجهت بروس داتا فبعد عندي جنا female one day only ان هذا الشي رايه لان اي طلبية تمر من هنا على سبيل مثال احمد هو ميل يحتاجها two day then leave أوكي الو submit راكوست submitted ضغط Refresh أحمد مشي رائع نكمل عملنا مع اللي نحتاج بعض العملاء بعض الفاكشنات الأخرى الفاكشن اللي أنا أحتاجها اللي هي List فأنا أقول لها List Request أريد أعرض Listه بالRequest هذا List Request ما أقضي عدلي Listه بأي شخص طلب Request من الDataBase أو طلب Request من الUser فأنا أقول لها Cursor أوكي أقول تعالى مايش أقول لكن أنا الآن أريد أقرأ من الDataBase فأقول أيضا نقوم بعمل لكن نقول أوكي Select Start From اسم الجدول اللي هو Ticket يعني هاي أجلب لي كل البيانات الموجودة في Ticket وعيد ليها أريد هذه يعيدها لأي واحد يسوي Call فتقول لها Return لأنه أحتاج في تلك النافذة أتعامل مع هذه الData عملية بسيطة نقول هاي إذا وحزت على هذه الميثود أعمل لي Select Statement على الDataBase وأجلب لي كل الريكوردات وعيد ليها إلى أي شخص يستدعيها نعنى نكون الUI اللي تخص هذا الجزء فنكون UI Python ونسميها List Request أوكي يعني list بالطلبات هذا الList Request راح يكون هو الملف المسؤول عن عرض listه بالطلبيات اللي يجدتي فايش توقع هاذا الكلاس يحتاج هو الشي كالعادة From TK Enter نحتاج أمبورت للستارت أمبورت للستارت ونحتاج أكيده From TK Enter أمبورت TTK أوكي هاي الجزء اللي نحتاجه ليش نحتاجه أيضا نحتاج أن نتصل بالDataBase هاذي لأنه أنا أحتاج إنه أعمل لسته لهذه البيانات فكل مطلوب نقول له هاي From اللي هي DB Connect import إيش DB هذا الكلاس إذا بيما أنه هذا الكلاس أحتاج نعمل لإنستانس أقول لها DB تسمي DB Connect كل اسمه والأسهل نستانس من ذلك كلاس إذا أعمل نافذة أعرض بها لستة الطلبيات فأقول لها TK أعملي نافذة اسمها اللي هي هذي TK root اللي عندي وأقول لهي root.mainloop بما أنه إذا أعرض لسته بالطلبيات لكن نسك أصبر هذي البيانات بما أنه هي لستة بالطلبيات يجب أن تخون داخل كلاس فأنا أقول له كلاس list ticket وهذي list ticket تكون كالتالي إنه أنا أعرض لك list ticket فأذراً هذه البيانات ما راح تكون بهذه الطريقة فتكون عندك def وتخون initialize وبالإنيشاليز نضيف هذا الأمور نقل له نقل له self.route وهذي أكيد في النهاية يكون self.route .underschool ليش ليش هكذا حتى عندما أي شخص من هذا الكلاس control يعمل import لذلك الكلاس اللي هو from اللي هو list request يعمل import لهذا الفايل اللي هو list request حتى عندما يتم الضغط على هذه البيو list يعملون instance من ذلك الكلاس اللي هو list request مجرد عمل instance من ذلك الكلاس تلقائياً راح يستدعي الconstractor هنا ويقوم بإنشاتي كي يعرض للنافذة لكنها النافذة فارغة لو نفذت ما راح تشوف أي شي جديد يعني أزيل النافذة القديمة ولو نفذت ما راح أشوف أي شي جديد مجرد نافذة فارغة وما بيها أي شي انتريستد حتى تنتظر لتوقع هذه النافذة مو من هنا نفذة نفذ نحنا المفروض من control ونرى النتائج لأنه هاي النافذة لأنا جت نقطة list request ما راح يظهر لعي شي نافذة فارغة اللي همني هذي النافذة أمليها اللي هي list request إذن أوكي إيش أمليها؟ نحتاج أن نعرض في داخلها tv list نضيف لها في الroot لكن كيف أسميها ما تسمى تسمى self.root لأنه نعملها كobject tkey.tv.pec نعملها ملئ الآن نبدأ عليها عمود عمود tv.heading اللي هو من هو نتحدث تتحدث عن هاي الجزيرة اللي هو أول كولوم مش هتوقع النص اللي خاص بيكون توقع أنه يكون التكس الخاص بيكون id صحيح؟ لأنه أول كولوم يعرض لك ال id هنا الداتباس ايش عندنا؟ هدنا الداتباس التالي id name gender comment أوكي يعني أربع كولومات عندي ف نحتاج نضيف ثلاث كولومات أخرى فأنا أقول له configure ضيف لي وين كولوم اللي هم بما أنهم ثلاث كولومات يكون بيناتهم بهذا الشكل عندي ال name و عندي ال gender و عندي أيضا ال comment أوكي التعليق ثلاث كولومات إذا أضيف في ال configure هاي الثلاث كولومات كلهم أعمالهم setting حال حال هذا يعني كرر هذا السطر ثلاث مرات بالنسبة لل name ممكن تسميهم هاش حتى تميزوا من هم هذو ال ID يختلفون على ال name فهاش name التكس الخاص ب name إذا كان ال ID هاش gender يكون التكس الخاص بي gender إذا كان ال ID الخاص بي هاش comment يكون التكس الخاص بي comment لكن الآن ما عندنا شيء مجرد جدول في أربع حقول name, gender, comment الآن نريد أن نملأ البيانات بال database نحن نعلم أن ال database عندها إيش عندها list request هذي إذا مفروض نعمل إنستانس من ال database حتى نقدر نتصل بيها أوكي حتى نعمل إنستانس من ال database من هنا ننقل له self dot slash db connect اقول db connect يعني نستانس من ال database هذا db connect كل اللي راح نعمله راح نستدعي إنه هذه الميثود حتى تعيدنا list وينها؟ تعيد هذه الميثود list request تعيدنا cursor فكل راح أعمل أقول له أوكي عندما تيجي هنا بالملف الخاص بي أقول لك cursor الخاص بي اللي هو cursor يعني listة من البيانات تكون self dot list request حتى يجل بي كل البيانات الموجودة هنا هذا عنده مجموعة بيانات مجموعة rows و columns اللي هي هذه ال database اللي أنا عندي browse column إذا أنا أمر عليهم item item أضيفهم بـ column المقابل ال id مقابل ال id وال name مقابل ال name gender مقابل gender والآخر مقابل إذا نحتاج for loop for row لكل row موجود في ال cursor إذا كنت تقرأ إذا كنت تعمل tv dot insert إذا أضيف ال id في من هو ال parent الخاص بي ما عندي أي parents هنا ما رح أستخدم parents فما عندي أي parents إذا أضيفه في ال end ليش end حتى new item نيكس آتيم ينضف بعده ما هو كيف أصل ال id أوكي الآن إذا أعطي لكل row id معين كيف أعطي رح أستخدم هذا الستو أقول ل dot hash أفتح قوسين dot format القيمة اللي موجودة في ال row المن لحقل ال id ثم أقول له أعرض لي أيضا كتكس في داخل هذه السير اللي هو تكس أعرض لي القيمة الموجودة في ذلك ال row يعني إيش معناته هذا؟ معناته أنت كل مرة أضيف لي row جديد أو أضيف لي insert item اللي يعني كأنه ما هو إيش يسوي رح يجي يقرأ هذا الصف رح يأخذ لي ال id الخاص به هو واحد فيش يعمل؟ يقول لك واحد أضيفه في نهاية اللستان أعمل لي id الخاص بالحقل ال id وليس ال value هاش 1 يعني تكون ال id هي هاش 1 ليش؟ لأنه عندي هاش هنا و ال 1 هنا يكون هاش 1 و ال value اللي تنعرض 1 يكون ال id الخاص به هاش 2 و ال value الخاص به 2 كرر هذه العملية بالنسبة لل 4 لكن سوف أفهمك إيش الغرض من هذه إحنا إيش قلنا؟ لو جينا على سكن ثاني ال name insert إذا أعمل insert لل name ال name أضيفه؟ ال name أضيفه مقابل يعني أنا عندي name ولتعرض هذا ال name إنه كشي مقابل لحقل ال id يعني أنت الآن لو جينا نفذنا خلي أوضح لك العمل اللي أنا أراها المحقدة وأعلم أنه كثير من الناس راح يواجه مشكلة في فهمها لكن أوكي نعني أوضح لك إياها الآن إيش عندي أنا؟ نجد ضغط لستة عندي list id 1,2 مقابل ال id 1 أعرض name 1 gender 1 comment أوكي أنا أعرف ال 1 بمعناة ال id الخاص به hash 1 2 يعني hash 2 أوكي فالعملية سهلة tv.set ما اللي set مقابل ال hash اللي يعني ما أعرف الفالية شنو بيه لكن الفالية راح أجيبها من هذا يعني هذا كأنما تقل لهذا الحقل مقابل هذا ال sale id في العمود المقابل له اللي هو ال name في عمود ال name أريدك إيش تضيف لي أضيف لي الضيف لي الفالية الموجدة في ال row name أوكي فأتقل الفالية الموجدة في ال row المن لحقل name يعني هاي اذهب بحث لي على ال id اللي هو 1 و يذهب لي العمود المقابل له في ال name يعني أنا لما جاء هنا ضغطت هنا راح يلقى لك 1 راح يبهل لك على العمود ال name يضيف لك قيمة مقابلها what ever هي موجودة ويستمر يعني لو جتك نفذت لأربعتهم راح تشوفها ب هذه هذه up 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 2 4 المقابلة يبقى نفسه ماذا بالنسبة لهذا gender واذاك تعرض لي ايش تعرض لي البالية الموجدة في ال gender وبالنسبة للكومنت نفس الشي في الحق للكومنت اضيف لي الفائلة الموجدة في الكمنت وفضي الان لو جت نفذت كل شي يكون عندي تمام وما عندي اي مشكلة اوكي لو جت نفذت list اه 100 200 2 days الان ادارة استخدم Leah female for week and only وضغط submit 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 request لو زي ضغطت list مفروض يقول لي لي انظر هذا هو الان تقريبا كوشي تمام ما عندي اي شي بقى جزء ان له delete و الاب بالdelete و الاب انا ما عملت لك implement حتى الان لكن انت ممكن تعمل implement فقط اضع لك الميثود الان هنا لو تراهم هذي الميثود ف عرفت لك 2 ميثود delete record ترسل لي ال id يبحث في ال database email connect طبعا هذا صدر ما تحتاجه يقول لهي اذهب في ال database بحث لي عن record اللي نفس ال id و احذف ليها و خلص يقول لك record is deleted update ترسل لي ال id مثلا تحدث ال comment تريد وبعد ما تتحدث ال comment ايش تقول له تقول comment.db.execute و comment و you done اذا هاي الامور مطلوب عندك تعملها تعمل هذا ال homework الخاص بك تعمل edit هذا هو ال homework تعمل اجراء delete record و update record تتعلم ايش مع هاته و update يعني بيش يعني اريده الان انه اه لوجيت نفذت و رأيت هاي الشاشة اريده انه المفروض لما اضغط على ال list يضيف لي الزر هنا delete يحذف record او edit تحمل تحديث لل comment حتى لكنها الدرس شكرا لك و في امان الله اشتركوا في القناة